مصدر في لجنة الحكام قال لنا شيء مهم جدا الأول أول ما أمين عمر كان عنده الخطأ اللي فيه مباراة الزمالك الماضية مع المكان العرب تقيل إنه أمين عمر هيتوقف إنه أمين عمر هيتعاقب جامد من لجنة الحكام لكن مصدر في لجنة الحكام أكيد لنا إن بريرة رئيس لجنة الحكام بيرفض تماما سياسة محاسبة الحكام بالقطعة واستبعادهم من المباراة بسبب خطأ في مباراة المصدر قال لنا إن بريرة مش هيبعد إمام عشور عن المباراة بشكل عام ولكن هيبعده عن مباراة الزمالك الفترة القادمة عشان ما يحطوش أو يحط بقى الحكام تحت أي ضغوط في حال إن أمين عمر أدار مباراة للزمالك في الفترة الحالية بريرة بقى لما بيعز يعاقب حكام بيعاقبهم إزاي عش تبقى فيهم برضو يعني هتلاقي حاطة الحكم في الفار هتلاقي حاطة اللي هو الحكم السيحة ده هيحطه في غرفة الفار هيحطه كحكم رابع لكن مش هيعاده في البيت مش هيوقفه مش هيلعبه خالص هو ده العقاب عش تبقى تبقى رضو حراك لما تشوف مثل يقولك أمين عمر حكما للفار في هذه المواجهة هتقولش إيه ده؟ هم بيعندوا بيلعبون ماتش جاي لأ موضوع عقاب وأكون إننا أبعدك عن أرض الملعب المستير اللي أقدر في شوية عقاب فده العقاب اللي ممكن تشوفه مع أي حكم مش بس أمين عمر وبالمناسبة وبالمناسبة بمناسبة أمين عمر وخطأ أمين عمر النهاردة في الدول الإنجليزي الممتاز أهم دوري في العالم مباراة بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي صلاح بيدي أسست للويس دياز الراجل بيجري انفراد يسجل هدف أول يتقدم به ليفربول وكان يفرق في نتيجة المبال خلص الاتنين واحدة توتنهام وحكي لك تفاصيلها بعد شوية أوف سايد 100% خطأ الحكم حسب تسلل البار حسب تسلل والإعادة التلفزيونية بتأكد 100% أن الكرة مش تسلل طيب ما فيهاش يعني عارف ما فيش اتنين يختلفوا عليها حكم بيحتسب في الملعب أوف سايد وحكم في البار بيقول إنها أوف سايد ده أكيد هزار صح الله غلط والصورة مبينة إن الكرة مش تسلل أبدا شوف الموقف ده السريع ده الحلو ده ولينا نفسي نعمله ومش عيب يعني لجنة الحكام الإنجليزية راح تنزلت على طول بيان بشأن الخطأ اللي حصل في مباراة ليفربول وطوتنهام قالت ايه بقى في البيان قالت نجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي بتعترف بتعترف بحدوث خطأ بشري خلال الشوت الأول في مباراة توتنهام وليفربول وقالت إن الهدف اللي سجله لويز دياز وقلغيها بداعي التسلل من الحكم المساعد كان واضح إنه خطأ كبير ونتج عنه مشكلة وخطأ وإحنا بناعتذر عن هذا الخطأ ببساطة يعني ببساطة طلعوا بيان اعتذروا عن الموقف وخلصت الحكاية لو سمحتوا ناخد من ده درس واتمنى في إطار التطوير اللي بتحاول لجنة الحكام الحالية تعمله إنها تعمل زي ده مش عيب بيان الاتحاد الإنجليزي كابتن أمين عمر أخطأ في عدم احتساب ضربة جزاء الكابتن محمد عادل أخطأ في عدم احتساب تسلل الكابتن إبراهيم نور الدين أخطأ في عدم احتسابه لطرد مش عيب والأمور كلها يبقى فيها الشافية وراحل الجميع في الدولة الإنجليزي بقولك دي كرة بقى إيه رسمة خط والخط مرسوم وبقى إنه مش قفصيد وكل حاجة يعني بص لو دي حصيت في مصر لازم هتقول إنه الحكم متواطئ لازم تقول إنه جريمة لكن هناك عشان فيش عفية والناس واسقة ببعض ومفيش ألأ فخلاص هو أخطأ وهدف أسرة على نتيجة المباراة المباراة اللي اضطرت فيها للليفربول اتنين لعيبة اتنين لعيبة جونس ومتيب اتنين لعيبة وخسر اتنين واحد في آخر عفوا جونس وجوتا ومتيب سجل الهدف التاني للتوتن هام هدف الفوس في آخر دقيقة في مرمى مباراة سيناريو صعبة جدا وسائية جدا على ليفربول ولغم كده هدية الأمور ولا أكن حاجة حصلت شوية وده قالت صراحات شوية وكلب بعد المباراة قالت صراحات شوية وخلصنا وخلصنا ترجمة نانسي قنقر